اشتركوا في القناة باقة من اجمل بطاقات المعايدة بهذه المناسبة وكل عام وانتم بخير هكذا يجب التعامل مع الاضاحية لتفادي الاصابة بمخاطر صحية مخاطر صحية كثيرة قد تسبب فيها اضحية عيد الاضحى لصحة الانسان قد تصل الى حد الاصابة بامراض خطيرة لا تعالج الا بواسطة الجراحة مثل الاصابة بالاكياس المائية والشيء ذاته بالنسبة للعادات الغذائية خلال هذه المناسبة الدينية التي قد تؤزم الوضعية الصحية لمن يعاني من بعض الامراض احذروا الاكياس المائية مرض الاكياس المائية الذي ينتقل الى الانسان بشكل غير مباشر عن طريق الحيوانات يمكن ان يصاب به المرء اذا لم يتعامل بطريقة سليمة مع الاكياس المائية التي تصيب في بعض الاحيان بعض اعضاء اضحية العيد حتى لو لم يأكلها وتخلص منها اذ يكفي ان يأكلها كلب او قطل ينتقل المرض الى الانسان ان الاكياس المائية التي تصيبك بدورئات الاضحية تصير مرضا خطيرا اذا اصيب به الانسان ولا علاج له الا بواسطة اللجوء الى العملية الجراحية لاستأضالها بصفة نهائية وهذا ما يمكن تفاديه عن طريق احتياطات بسيطة ان الطريقة التي يجب ان يتعامل بها الانسان مع الاكياس المائية هي ازالتها من اعضاء الاضحية المصابة وحرقها بعد ذلك او غلها في الماء بهدف قطع الدورة الحيوية للطفيريات المشكلة لها ووضعها بعد ذلك في كيس بلاستيكي قبل رمها في صندوق القمامة محذرا من التخلص منها دون حرقها او غلها وينتقل مرض الاكياس المائية الى لانسان بصفة غير مباشرة عن طريق حيوانات اخرى مثل الكلاب حيث تنمو الجرثومة الام في الجهاز الهضمي للكلب اذا اكل عضو الاضحية المصاب وتخرج مع برزه بوائضات واذا اصيبت الخضروات التي يتناولها الانسان بالبراز واكلها ينتقل اليه المرض الذي اعتبره المتحدث خطيرا غير ان اصابة بعض اعضاء الاضحية الكبد والرئة بالاكياس المائية لا يعني بالضرورة التخلص منها بصفة نهائية اذ يكفي استئصال الجزء المصاب من العضو والاحتفاظ بالاجزاء غير المصابة الا اذا تجاوزت مساحة الجزء المصاب من العضو 25% اذ يكون حينها من اللازم التخلص من العضو المصاب كاملا وعدم استعماله ثم تأمراض اخرى يمكن ان تصاب بها بعض اعضاء الاضحية حب البارود وهو عبارة عن حبيبات تصاب بها الرئة وكذلك الفرطوت وهو عبارة عن طفيري يسبب التهابا للكبد ويتعين في حال اذا كان الجزء المصاب صغيرا استئصاله والاحتفاظ بالباقي اما اذا طالت التفيريات اجزاء كبيرة من العضو فيلزم التخلص منه بصفة نهائية اما الديدان التي تصيب رأس الاضحية انه لبرر منها ويكفي تنظيف الجزء المصاب فقط ويضيف المتحدث ان الغريب في مسألة انتقال الامراض التي تصيب بعض اعضاء الاضحية الى الانسان هو انها لا تنتقل بصفة مباشرة بل عن طريق حيوانات اخرى جديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة